اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا سكول باس طبعا كاتبين علامات انه يعني ممنوع تتجاوزه من يعلق الفلاشنج الفلاشنج اذني الصفر والحمر فوق يطيف من يوقف هذا من ينزل طلاب شي سوي يعلق فوروي اربع اشاير فكل هنا ذني الورا يعتلقن القلوبات فكاتبين هم طبعا بالقانون ممنوع اذا تتجاوزه يعني مشكلة تصعد محكمة ويسحبون من عندك الرخصة يعني كل شي ولا تتجاوز سكول باس بكندا او امريكا وخالين هم حتى هذا الساين وتعليمات وريشة صفح تطلع على مستوب ومكتوبهم يدونت باس يعني ممنوع تتجاوزه لما يعلق الفلاشات فهنانا حلو هذا السيفتي للطلاب هسه هذا الباس من وقفه اعلق الفلاش ممنوع تتجاوز ابد ممنوع طبعا هذا السكول باس هذا لازم عندك رخصة خاصة اللي هي يسموها كلاس 2 هاي اللي كلاس 2 يعني عسه مثلا عندي كلاس 1 كلاس 1 اللي هي اعلى رخصة اللي اسوق كل المركبات الموجودة الهفي فيكل والشاحنات كل شي اسوق ما عدا هذا الباس ما اقدر اسوقي لانه هذا يراد لرخصة خاصة ويسموها كلاس 2 واذا عني هسه عندي كلاس 1 واريد اسوق هذا الباس لازم اروح اخذ كورس خاص مع السيفتي مع السلامة ويطوني هوية سيرتيفكت صغيرة على مودة اسوق هذا الباس اما هسه عني عندي رخصة كلاس 1 بس ما اقدر اسوقي ممنوع يعني ما اقدر اسوقي فهاي القوانين هنانا بكندي كل مركبة لها لايسن والها كورس خاص لازم تاخذ اي مركبة تريد السوق مثلا التاكسي لازم تاخذ رخصة رقم واحد رقم اربعة مثلا الاسعاف لازم عندك عندك لايسن كلاس هم كلاس 4 والذني اللوري القلاب ها ذني القلاب والسيكس يسموه سيكس ويل ذني كلاس 3 بس الباس الباسات كلاس 2 والشاحنات كلاس 1 اللي هي اعلى فيها طبعا من عندك فئة عالية تقدر السوق الفئات الادنى يعني اذا عندك مثلا عندك كلاس 3 تقدر السوق 4 و 5 و 6 اذا عندك كلاس 1 تقدر السوق ان كل هن ما عدا للسكول باس للسكول باس حتى لو انا هسه وياي الكلاس 1 لازم اخذ كورس ما سيفتي سريع ويضطوني هوية سيرتفاكت على مودة سوقي هاي القوانين هنا بكندا يعني ما للرخص هوية القطار نمشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة